يبدو أن مترشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق غير مرحب بهم هنا في محافظة النجف ملايين الدولارات التي أنفقت حتى الآن في ترويج لهذه الوجوه التي قيل إنها وجوه سياسية جديدة تذهب سدى على أيدي السكان الذين سئموا الوعود والشعارات خمسة عشر عاما منذ بزوغ فجر الديمقراطية في العراق الجديد كما يردد ساسة المنطقة الخضراء والنتيجة كما يراها العيان صور مرفقة بشعارات وأرقام سرعان ما أتلفها الناس فور تعرفهم على هوية المترشحين ولعل المشهد الحالي في شوارع محافظة النجف هو انعكاس للسان حال سكانها أنا بس أريد أفتهم صاركم خمسة عشر سنة وين شنتوا؟ الشعيب الشرت الشعيب قتل أجوع الشعيب تبهذل تدمر الآن الدورون كراسي أو نفسكم أنتوا مكافستوا على ضميركم متعبنا ولعبة رواحنا بينما يتساءل آخرون عن جدوى الذهاب للانتخابات التي لم تسفر عن بناء مدرسة أو مستشفى منذ عام 2003 أنا شعندي بالعراق الساعة لا خدمات لا صحة لا تعليم كل شي ماكو كل شي ما عندي أنا زيان أنا يمكن عبر يمكن إنساني عمر 36 سنة و 37 سنة بس أطفال صغار بات شرعك بشلون معظم سكان النجف باتوا مدركين لحقيقة الوعود التي طبعت على الملصقات الانتخابية كل مرشح يواعد الناس بالأمن والأعمار والخدمات والتعينات فهو كاذب لأن الموازنة العراقية مطلوبة 12 تريليون دينار الديون العراقية المترتبة على البنك الدولي 65 مليار دولار زائداً أكو ديون داخلية 144 تريليون دينار ما يلفت النظر أيضاً في دعايات المترشحين أن أماكن نشرها تشكل تجاوزاً على المال العام بحسب القانون المعمول به